السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه اطفال يا حلوين ان شاء الله دايما تبقوا حلوين وزي الفل النهاردة هنحكي حكاية حلوة قوي بس هنسمي باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكاية ايه دكتورة اسراء دكتورة دي جميلة جدا وشطرة وطيبة قوي قوي اسراء اتجوزت الدكتورة دي اتجوزت وجابت ولد حلو اسمه علي علي ده كان ولد صغية بس ايه شاء شوية اولمت شوية فقال لها ايه جف يوم مقاعدين قالها يا ماما يا ماما قالت له نعم نعم يا استاذ علي لا يا ماما انا عايز اروح الجامعة يا ماما قالت له الجامعة جامعة ايه ده انت لس صغير ما روحتش حضانة جامعة ايه اللي عرفك بالجامعة قالها يوسف يا ماما جارنا بيروح الجامعة كل يوم وانا بشوف قالت له يوسف عشان كبير انما انت لس صغير قالها يا ماما امال انا امت بقى اروح الجامعة قالت له لا ده انت لس في حضانة وفي مدرسة ولسه قالها كل ده لسه يا ماما ليه يا ماما قالت له عشان انت لس صغير قالها يا ماما انا اقولك نعمل حاجة جديدة قالت له ايه يا حبيبه اروح الجامعة الاول يا ماما وبعد كده نروح لحضانة والمدرسة قالت له والله هتبدأ من الأول من الأخر للأول إزاي قال لها أصلا يا ماما نفسي أكون زي الدكتور أحمد زويل يا ماما قالت له والله شاطر بس الدكتور أحمد زويل ده تعب واكتهد وعشان كده بقى دكتور كبير وعظيم قالت له قال لها قال لها إيه بقى يا ماما من أذكر وأكتهد وهبقى عظيم زي يا ماما قالت له خلاص يبقى نبدأ نروح لحضانة الأول وبعد الحضانة نبتدير نروح للمدرسة لازم يا حبيبي بيبقى مراحل وراء مراحل ودايما نقول لماما إيه وإن دايما نعمل إيه نسمع الكلام يا ماما خلاص يا ماما أنا فهمت هسمع كلامك واروح لحضانة الأول وبعد كده نروح للمدرسة وبعد كده يا ماما قالت له بعد كده بقى بعدين لما تكبر وابقى زي الدكتور أحمد زويل يا ماما قالت له آه يا حبيب هتبقى زي الدكتور أحمد زويل قال لها خلاص ماشي يا ماما أنا موافق أنت يا ماما أنا بحبك قوي علشان أنت يا ماما طيبة قالت له وانا بحبك قوي قلبي علشان أنت بتسمع كلامي الولد الشاطر دايما يقول لي ماما إيه طيب وحاضر يا ماما هيقول له شاطر شاطر يا علي بروفه عليك علي حبيبي نعم يا ماما انت هتروح دلوقتي إيه الحضانة الحضانة يا ماما خلاص عرفت يا ماما أنا هروح الحضانة الأول وبعد كده يا ماما هروح المدرسة وبعدين بقى يا ماما لما أكبر بقى يا ماما بس المهم هبقى زي الدكتور أحمد زويل يا ماما قلت له أنا عايزة أسألك سؤال نعم يا ماما قلت له انت عرفت منين الدكتور أحمد زويل قال لا أنا كنت بتفرج على التلفزيون وشفت بابا كان بيتفرج عليه ومعجب بيه أو يا ماما قلت له قلت لي يعني بابا اللي كان بيتفرج وانت أعجبت عشان بابا أعجب بيه لا أيوي أوي يا ماما حلو دكتور عظيم يا ماما أنا نفسي أبقى زي قلت له خلاص إن شاء الله يا حبيبة يتبقى زي شاطر يا علي في الوقت نقول لماما إيه شكرا يا ماما شكرا يا ماما إن أنت فهمتيني يا ماما حاضر ماشي يا علي برافو علي طبعا الحكاية خلصت وده بيقول لنا إن احنا لازم كل حاجة ولها مرحلها يعني الحضانة الأول وبعد كده المدرسة وبعد كده بقى ربنا يديك ويدنا العمر جميعا كل حاجة ولها مرحل وكل واحد عايز حاجة حيوصل لها باجتهاده يعني اللي عايزة تبقى دكتورة هتوصل واللي عايزة تبقى مدرسة برضو هتوصل واللي عايزة تبقى أيا كان اللي هي عايزاه برضو هتوصل بس باجتهادها أو باجتهادك فدايما ما بنعتمدش على الأب والأم المذاكرة دي بتبقى في إيدك أنت أنت اللي تذاكري وتكتهدي وأقول لكم إيه يا أطفالي يا حلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته